نقطة تانية لما تيجي تسألك هو انت بتحبيني ولا لا طبعا يعني انا معاك ويادي الرجال اني ساعات اللي مايبقاش فيه عاوز عطيفي فعلا بس هي الزوجة بتحب تسمع الامر ده فان بتسألك انت بتحبيني ولا لا مش شرط يعني ساعات بيبقى فعلا الزوج مش مقصر لكن خلي بالك لما هي برضو تقول لك حاجة زي كده اشبه بحبي اقفين بحبك كده يعني لسه عندي تعليق نرمين كتبه تعليق على الفيديو بتاع مبارح اللي كنا بنشرح بيه فبقعو الغري والحلقة بتاعت مبارح مهمة جدا كتبوا الكلام اللي فيها فكانت بتتكلم نرمين وبتقول ان بتقولها لما سمعت الحلقة يا دكتورة ده التعليق بتاع وقل لي بحبك تامن مرات وفي اسمع كذا وقلوا انت ايه بالنسبة لها ويا ايه بالنسبة لها حسنت ان حاجة جميلة قوي بتقول لسه ما جاليش عريس بس فرحانة ان ممكن يجي لعريس بالشكل اه هي دي الحياة اللي احنا بنسعلك واحنا بنعمل الحلقات والدورات والكلام ده عشان خاطر حاجة عشان خاطر حاجة واحدة ان تبقى حياتك حياة سعيدة ان تبقى حياتك حياة سعيدة فطبعا احنا بنبقى محتاجين ان احنا نركز في النقطتين دول النقطة التانية اللي انا حابة تكلم فيها نقطة طب ما هو ما بيعملش فان عشان كده ما بعملش ملكيش دعوى بيه يا دي الزوجات يا حبيبتي ملكيش دعوى بيه هو عمل ما عملش ملكيش دعوى بيه عشان خاطري اسمعي ما بيدينيش ما بيقوليش ما هو ذات نفسه روحته مش عجباني ما هو ذات نفسه مش عارف ايه ملكيش هو عليك انك تقولي وتنصحي بس انت تبقى صلة لاش اما عم نوره انا عايزكي كده انا مش عايزة اقعد جلسة جلسة صلح ولا جلسة الكلام ويبقى في قلب الجلسة ويبقى في قلب الجلسة اني طلع زوجها غلطان شوفوا عاملة ازاي شوفوا ربطة ازاي شوفوا مكاسة وهو طبعا عندك رجالة رقادة اصلا من غير اي حاجة يعني الزوجات المعايير انا صراحة بشوفها ظلم حقيقي للمرأة يعني لكن انا ملكيش دعب القصة دي اما حاجة ما يمنين من اللي يخش شاقتك انت زي الفل مضيفة امورة شكلك حل عسولة في نفسك وفي حالك كده شاقتك مريحة كلمتك طيبة هو دوت لكن الكلام الفاضي اللي بنسمعه ده كلام فاضي والله لو بتوصل المرأة لانه بتقوليش بقى صاصلة هي كبرت في السن وعيب مين اللي قالي الكلام ده والله بتبقى خمسين وستين سنة مشان اقولتلكو اعرف جده زوجها يتوفى والله واحدة تانية مطلقة وجده ويتزوجت يعني والله العظيم معايشة زي الفل وعمورة وعسولة وحاجة الاتنين الحالتين اللي انا شفتهم في الواقع بعناية زي الفل وناكحين وزي الفل ومعهم رجالة زي الفل ومدلعينهم خمسين سنة وخمسة وخمسين سنة كمان وستين سنة وجدات والله مبارك وطعت الحب وبطف نفسها احنا عايزين ده احنا محتاجين ده احنا محتاجين في حياتنا ان الدنيا تبقى بالبساطة دي وكل واحد يعبر عن الجواء ويطلب حقه من اللي قدامه وانا لو ما طلبتش من شريك حاجة قتطلب من مين ماشي خلينا نركز بالكلام ده